12 قتيلا وأكثر من 100 جريح هي الحصيلة الأولية للتفجير الذي استهدف محيط مدرية أمن مدينة المنصورة في دلتا النيل فاعتداء اعتبره رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه يستهدف عرقلة خارطة الطريق العديد من سكان المنصورة الغاضبين من هذا الانفجار حانقين على جماعة الأخوان المسلمين التي حملوها مسؤوليته إلا أن الجماعة أصدرت بيانا دانت فيه التفجير الإرهاب يضرب مصر من جديد ليستفيق أهلها على دوي انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مركز مدرية الأمن في الدقلهية مدير إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية أشار إلى أن التفجير ناجم عن مئات الكيلوغرامات من مادة TNT وأن السيارة كانت تقف في الشارع الجانبي لمديرية الأمن المستهدفة ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر أمني قوله أن السيارة فجرت عن طريق هاتف محمول عن بعد لعدم وجود أشلاء بشرية داخلها التفجير أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحة بينهم مدير الأمن وبعض الضباط المتواجدين في محيط المديرية كما أسفر عن انهيار واجهة المبنى الجانبية للمديرية وانهيار جزئي في بعض المباني المجاورة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد كما تسبب في إطلاف سيارات عدة للمواطنين والشرطة مصادر أمنية ذكرت بأن الحادثة الإرهابي وقع أثناء اجتماع مدير الأمن مع القيادات الأمنية بهدف وضع خطة تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد وتواصل أجهزة الدفاع المدني رفع الأنقاض في حين توافض المواطنون إلى مكان الانفجار للمساعدة وإجلاء عشرات الأسر من المباني المتضررة كما قامت مساجد المنصورة بمنشدة الأهالي التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم من خلال مكبرات الصوت فيما تم توجيه تحذيرات للأهالي بعدم لمس أي أجسام مشبوهة رئاسة الجمهورية نعت ضحايا الحادث وتعهدت بضرب الإرهاب بيد من حديد ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء أعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلا أن الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر لجماعة الإخوان بالوقوف وراء هذا الاعتداء رول الخطيب العربية رول الخطيب العربية رول الخطيب العربية رول الخطيب العربية